سأخير أهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع الجمهور النادي الأهلي بتابعنا النهاردة التحيات لكم في بداية الحلقة ومعادنا مع فاصل من الأخبار السعيدة نتمنى إن شاء الله بإذن الله على مدار الأيام القادمة أعتقد أنه في كلام كتير جداً هيسمعوا جمهور النادي الأهلي بإذن الله يفرحهم كلام ما لهش علاقة بالميركاتو بالمناسبة الميركاتو هيبقى له وقته إحنا تعودنا دايماً إن إحنا وأنا عارف أنه فيه كلام كتير يبدأ يتكلم على الصفقات النادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا اتفقنا وده رأي الشخصي إنه الميركاتو اللي جاي مبني عليه أمل وطموحات الأهلوية في موسم استثنائي هتلعب فيه كاس عالم هتلعب فيه انتركنتيننتل هتلعب فيه دوري أبطال هتلعب فيه سوبر ليج هتلعب فيه سوبر إفريقيا وبالتالي حجم البطولات وحجم المكاسب الفنية والمالية المورة مشاركتك في البطولات زي دي تحتم بلا شك إنه يكون موسم انتقالات استثناء إن شاء الله ونراهن عليه بشكل كبير وإن شاء الله بإذن الله خلينا أقول لكم بس أو اكتفي بأن المقدمات بإذن الله مبشر لكن طبعاً يمكن في خلال 24 ساعة جمعين نادي الأهلي هتسمع عن تفاصيل واحد من أهم مشروعات الأهلي يمكن في القرن وفي الألفاء الجديدة ومشروع كان حلم بالنسبة لجمعين نادي الأهلي كلها طبعاً وهو تدشين استاد الأهلي الجديد لناس كتير جداً كانت بتكلم منه مجرد فكرة أو منه مجرد حلم بعيد المنال أنا بقول لكم في خلال ساعات بسيطة جداً الخطوات التنفيذية الأولى بإذن الله إن شاء الله للحلم ده هتبدأ النهاردة بيعود الأهلي للمران وعندنا كلام كتير جداً طبعاً لاستعداد لمباريات الدوري ولكن مش بس الدوري الحقيقي